أتبعي قناة مكتبة التعليمية مرحبا بكم مجددا في الدرس الخامس المضاعفات والقواسم وقابلية القسمة Multiple Divisors and Divisibility نمر إلى أكتشفه جودي كوفغ التمرين الأول طلبت أستاذة من تلامدتها البالغ عددهم 20% شنطلبت منهم؟ الخيام بنشاط في مادة الرياضيات وذلك بتشكيل مجموعات عمل مكونة من نفس العدد فالأستاذة طلبت من تلاميدي لها البالغ عددهم 20% شنو يدير؟ يدير واحد النشاط في مادة الرياضيات وكيخصهم يتقسم على مجموعات مكونة من نفس العدد السؤال الأول ما هي مجموعات العمل ممكن تشكيلها عمليا؟ إذن هم عددهم 20 المجموعات التي يمكن تشكيلها عمليا؟ فباش نعرفوا هات المجموعات اللي يمكنهم مشكلوا شنو هنديروا؟ هنديروا 20 يساوي جداء عددين من غير واحد لأن واحد مشي في مجموعة إلا درنا واحد في عشرون فواحد ما غير شكلناش مجموعة واحد رح ببوحده إذن غير نبدو من اتنان اتنان في مادة في عشرة إذن يمكنهم مشكلوا مجموعتين كل مجموعة فيها عشرة ديال التلامد والتلميذات كما يمكنهم قلنا يمكنهم تشكيل مجموعتين في كل مجموعة عشر تلامد وتلميذات كما يمكنهم تشكيل عشر مجموعة عشرة ديال المجموعة كما يمكنهم تشكيل قلنا مدى عشر مجموعة في كل مجموعة كم من تلميذ تلميذيني في كل مجموعة تلميذيني أيضا نبقى في عشرون عشرون كتساوي كذلك أربعة في خمسة أولا خمسة في أربعة أيضا يمكنهم مشكلوا أربعة ديال المجموعة في كل مجموعة خمسة ديال التلامد والتلميذات أولا خمسة ديال المجموعة وفي كل مجموعة أربعة ديال التلامد والتلميذات إذن قلنا يمكنهم تشكيل أربع مجموعة في كل مجموعتين خمس تلامد وتلميذات كما يمكنهم تشكيل خمس مجموعات في كل مجموعة ماذا أربع تلاميذ وتلميذات في كل مجموعة أربع تلاميذ وتلميذات إذن غالدنا عود قلنا يمكنهم يشكلوا مجموعتين كل مجموعة فيها عشرة دياع والتلاميذ كما يمكنهم تشكيل عشرة دياع المجموعة كل مجموعة فيها تلميذين أو تلميذ وتلميذة أو تلميذتين كما يمكنهم أيضا تشكيل أربع مجموعات في كل مجموعة في كل مجموعة خمسة ديال تلاميذ والتلميذات وأيضا يمكنهم تشكيل خمسة ديال المجموعات في كل مجموعة أربع تلاميذ وتلميذات السؤال باء في الفصل المجاوري تم تشكيل مجموعات عمل بكل منها ثلاث تلاميذ ما هو عدد تلاميذ هذا الفصل إذا كان محصورا بين 28 و 31 يعني في القسم المجاور تم تشكيل مجموعات عمل بكل منها كل مجموعة فيها ثلاثة ديال التلاميذ والتلميذ ثلاثة ثلاثة كل مجموعة ثلاثة ما هو عدد تلاميذ هذا الفصل؟ ما هو عدد تلاميذ هذا القسم؟ إذا كان محصورا بين 28 و 31 فالعدد محصورا بين 28 و 31 فالعدد محصورا ما بين 28 و 31 إشنا إياه؟ 28 29 30 إذن عندنا عددين 29 و 30 إذن عدد تلاميذ هذا الفصل وش غدي يكون 29 ولا 30؟ باش غدي نعرفوها؟ غدي ناخدو 29 و نقسموها على 3 وش يمكن ولا يشيط لنا شي حاجة؟ إذن 29 نقسموها على 3 فكاللاحظو 29 على 3 غدي نضربوه في كم؟ غدي نضربوه في 9 9 في 3 27 ما حالا يشيط لنا؟ 9 ناقص 7 إثناني إذن غدي يشكلو 9 مجموعات و تبقى لهم جوج إذن ما يمكنش فخص كل مجموعة تكون فيها 3 و ما يشيط حتى حاجة إذن غدي ناخدو 30 ف30 إلا قسمناها على 3 سنحصلو 30 على 3 سنحصلو على 10 إذن هما في كل مجموعة 3 فبتلي غدي يكون عشرات دي المجموعة إذن عدد تلاميذ هذا الفصل عدد تلاميذ هذا الفصل 30 تلميذاً وتلميدةً نمر إلى السؤال جين أحدد المضاعف المشترك الأصغر لعدد تلاميذ الفصلين إذن عدد تلاميذ الفصل الأول السؤال جين عدد تلاميذ الفصل الأول تلاميذ الفصل الأول قلنا عشرون تلميذاً وتلميدةً أما تلاميذ الفصل الثاني فقلنا ثلاثون تلميذاً وتلميدةً أما المطلوب هو نحدد المضاعف المشترك الأصغر لعدد تلاميذ الفصلين إذن أولاً سنحدد المضاعفة جين عشرون فمضاعفة عشرون كنا بدأوا من صفر عشرون ثم إذن صفر في عشرون صفر عشرون في واحد عشرون ثم عشرون في اثناني أربعون زائد عشرون ستون زائد عشرون ثم مضاعفات ثلاثون كذلك كنا بدأوا بصفر ثلاثون ثم ثلاثونة زائد ثلاثون ستون أما المضاعف المشترك الأصغر المضاعف المشترك الأصغر ما بين عشرون وثلاثون فهو ماذا فهو ستون إذن المضاعف المشترك الأصغر من غير الصفر بلا الصفر Vetنا ستون ونكتب المضاعف المشترك الأصغر لعدد تلامذة الفصلين هو ستون ثم السؤال باء ثم القاسم المشترك الأكبر أيضاً غد نحددو القواسم ديال العشرون والقواسم ديال ثلاثون ثم القاسم المشترك الأكبر نبدو بالقواسم ديال عشرون فرضو معي البال كيف أشكل القواسم إذن غد نكتبوه عشرون ثم غد نفكوه عشرون على شكل جداء عددين إذن عشرون يساوي أولاً واحد في عشرون إذن واحد وعشرون قاسمان العشرون يساوي كذلك اثنان في عشرة كذلك اثنان وعشرة قاسمان العشرون أيضاً يساوي خمسة في أربعة خمسة في أربعة عشرون إذن هذه القواسم ديال عشرون واحد اثنان خمسة أربعة عشرون ثم قواسم ديال ثلاثون بنفس الطريقة ثلاثون يساوي واحد في ثلاثون يساوي كذلك اثنان في ماذا؟ في خمسة عشر كذلك يساوي ثلاثة في عشرة أيضاً يساوي خمسة في ستة إذن هذه القواسم ديال ثلاثون واحد اثنان ثلاثة خمسة ثلاثون خمسة عشر عشر ستة ثم قد نحدده القواسم المشتركة ما بين عشرون وثلاثون كذلك اثنان عشرة خمسة إذن هذه القواسم المشتركة ما بين عشرون وثلاثون لكن السؤال المطلوب القاسم المشترك الأكبر إذن هاد القواسم هادو تكون هو القاسم المشترك الأكبر عندنا عشرة إذن القاسم المشترك الأكبر هو عشرة ثم نكتبه القاسم المشترك الأكبر لعدد تلامدة الفصلين هو عشرة السؤال ذلك إذا كان عدد تلامدة الفصلين ألف وباء هما على الترتيب 23 و 29 فإلو الله العدد تلامدة الفصلين ألف 23 وباء 29 فأحدد قواسم كل واحد منهما ماذا أستنتج؟ إلا عندنا التلاميذ ديال كل قسم 23 و 29 فسنحدد قواسم كل واحد منهما القواسم ديال 23 ف23 إذا نكتبوه على هذا الشكل جداء عددين 1 في 23 يساوي 23 واش عندنا جداء عددين كي يعطونا 23 إذا لا فقط عندنا واحد في 23 ثم 29 كذلك القواسم دياله واحد ونفسه واحد في 29 فما عندناش جداء عددين آخرين كي يعطينا 29 إذا فقط واحد ونفسه كذلك واحد ونفسه إذن لكل عددين من هذين العددين قاسمان فقط واحد ونفسه قواسم كل واحد منهما لكل عددين من بين العددين قاسمان فقط واحد ونفسه ونفسه هذا هو الجواب ديال ماذا أستنتج قلنا القواسم ديال 23 وعشرون واحد وثلاثة وعشرون والقواسم ديال 29 واحد وثلاثة وعشرون والاستنتاج قلنا لكل عددين من بين العددين قاسمان فقط واحد ونفسه ونفسه أما الأعداد اللي كيكون عندها قاسمان فقط واحد ونفسها فكتسم أعداد أولية أعداد أولية إذن 23 و 29 وعشرون عددان أوليان وهما عددان أوليان قلنا الأعداد الأولية هي اللي كيكون عندها فقط قاسمان واحد ونفسه التمرين الثاني أضع علامة في في الخانة المناسبة بالجدول التالي إذن سنضع علامة في الجواب الصحيح يقبل القسم على 2 يقبل القسم على 3 على 4 على 5 على 6 على 9 وعلى 10 فمتى يكون عدد قابل للقسم على 2 إذن سنكتبوا هذه القواعدة بدأوا بالقاعدة للقابلية القسم على 2 قابلية القسم على 2 فمتى يكون عدد قابل للقسم على 2 إذن يكون عدد قابل للقسم على 2 إذا كان رقم وحداته إما 0 أو 2 أو 4 أو 6 أو 8 فهذا العدد يقبل القسم على 2 ومتى يكون عدد قابل للقسم على 3 القاعدة الثانية قابلية القسم على 3 ثلاثة فيكون عدد قابل للقسم على 3 متى؟ يكون عدد قابل للقسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3 فالعدد كان نعرفه بأنه يقبل القسمة على 3 كنجمع الأرقام دياله فإذا لقنا الأرقام دياله كتقبل القسمة على 3 يعني مجموع ديال الأرقام دياله كيقبل القسمة على 3 فالعدد يقبل القسمة على 3 ثم القاعدة الثالثة قابلية القسمة على 4 ثم يكون عدد قابل للقسمة على أربعة فيكون عدد قابل للقسمة على أربعة إذا كان العدد المكون من رقمي وحداته وحداته وعشراته يقبل القسمة على أربعة إذا باش نفهموا هاد القاعدة هدي فإحنا كيكون عندنا واحد العدد كبير فباش كنا نعرفوا هاد العدد أنه كيقبل القسمة على أربعة كنا أخذوا العدد اللي كي تكون من الوحدات والعشرة فقط فإلا كنك يقبل القسمة على أربعة فالعدد كلك يقبل القسمة على أربعة ثم قابلية القسمة على خمسة فيكون عدد قابل للقسمة على خمسة يكون عدد إذا قلنا يكون عدد قابل للقسمة على خمسة فمتى يكون قابل القسم على 5 إذا كان رقم وحداته 0 أو 5 إذا كان رقم وحداته يعني رقم وحدات العدد إذا كان رقم وحداته 0 أو 5 فالعداد يكون يقبل القسم على 5 إذا القناف الوحدة ديالو 0 أو 5 ثم قابلية القسم على 6 فيكون عدد إذن هذه القواعد يجب أن نكتبوهم ونحفظوهم يكون عدد قابل للقسمة على 6 إذا كان يقبل القسمة على 2 و3 في آن واحد في آن واحد إذا العدد يكون يقبل القسمة على 6 إذا كان يقبل القسمة على جوجه أو 3 في مرة واحدة أما قابلية القسمة على 9 فالعدد يقبل القسمة على 9 إذا نكتبوه يكون عدد قابل للقسمة على 9 إذا كان مجموع إذا كان مجموع أرقامه مجموع أرقام العدد يقبل القسمة على 9 على 9 فقلنا العدد يقبل القسمة على 3 إذا كان مجموع الأرقام دي لهاد العدد يقبل القسمة على 3 فكذلك 9 إذا حسبنا المجموع دي الأرقام دي الشي عدد القناة يقبل القسمة على 9 فهذ العدد يقبل القسمة على 9 أما قابلية القسمة على 10 فالعدد يقبل القسمة على 10 فالقناة ينتهي بصفر 20 50 100 600 إذن القناة ينتهي بصفر فهو يقبل القسمة على 100 دي ما غالي نجيو للتطبيق لدي هذه القواعد نجيو للقاعدة اللولة يكون قابل القسمة على 2 إذا كان رقم وحدة 20 2 4 6 أو 8 المجول هذا العدد هذا 405 هل هو يقبل القسم على إثناني لا لماذا لأن رقم وحداته اللي هو خمسة ماشي صفر أو لا جوج أو لا ربعة أو لا ستة أو لا ثمانية إذن ما كيقبلش القسم على إثناني هذا العدد هل هو يقبل القسم على إثناني نعم لماذا لأن رقم وحداته صفر هذا العدد 555 لا يقبل القسم على إثناني لماذا لأن القاعدة تقول عدد يقبل القسم على جوج إذا كان عنده فرقم الوحدات صفر جوج أو لا ربعة أو لا ستة أو لا ثمانية ثم هذا العدد 6102 نعم يقبل القسم على إثناني لأن رقم وحداته إثناني ثم هذا العدد نعم أيضا يقبل القسم على إثناني لأن رقم وحداته صفر نمشوا للقاعدة الثانية تطبيق دي القاعدة الثانية قلنا يكون عدد قابل القسمة على 3 إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3 لا بغير نجمع الأرقام دي هذا العدد هذا 4 زائد 5 يساوي كم؟ يساوي 9 9 يقبل القسمة على 3 إذن هذا العدد يقبل القسمة أيضا على 3 ثم 6 زائد 3 زائد 0 زائد 0 9 وتسعك يقبل القسمة على 3 9 على 3 3 إذن هذا العدد كلك يقبل القسمة على 3 ثم 5 زائد 5 زائد 5 هي 5 في 3 15 15 يقبل القسمة على 3 إذن هذا العدد كذلك يقبل القسمة على 3 أما هذا العدد سنجمع الأرقام 6 7 8 9 زائد 5 14 14 لا يقبل القسمة على 3 إذن هذا العدد لا يقبل القسمة على 3 ثم هذا العدد 6 زائد 6 12 زائد 28 زائد 7 27 27 يقبل القسم على 3 لأن 9 في 3 27 وبالتالي هذا العدد يقبل القسم كذلك على 3 لنمشو القابل للقسم على 4 القاعدة اللي قلنا يكون عدد قابل للقسم على 4 إذا كان العدد المكون من رقمي وحداته وعشراته يقبل القسم على 4 بمعنى كان نمشو فقط الوحدات والعشرات كناخدو هات جوج ديال الأرقام 5 مع صفر اللي كيعطونا 5 فيلاخدينا فقط كما قلت جوج ديال الأرقام يعني ديال الوحدات وديال العشرات فنحصلو على 5 5 واش كيقبل القسم على 4 لا إذن العدد ما كيقبلش القسم على 4 ثم 3600 3600 كي انتهي بجوج ديال الأصفار صفر إلا قسمنا على 4 هل يلقوا صفر إذن 3600 على 4 يلقوا 900 إذن يقبل القسم على 4 555 هل يقبل القسم على 4 إلا قسمنا 55 على 4 سنحصل على 13.75 إذن رقم الوحدات والعشرات ديال العدد هذا لا يقبل القسم على 4 إذن ما كيقبلش القسم كذلك على 4 ثم 615 هذه ناخده فقط 52 52 52 هل يقبل القسم على 4 نعم 52 كيساوي 4 في 13 إذن العدد كلك يقبل القسم على 4 ثم 66870 هل يقبل القسم على 4 لا يساوي 17.5 إذن هذا العدد لا يقبل القسم على 4 ثم قابلية القسم على 5 قلنا بأن العدد يكون قابل للقسم على 5 إذا كان رقم وحداته إما صفر أو لا 5 نبدأ بالعدد الأول رقم وحداته 5 إذن يقبل القسم على 5 رقم وحداته 0 يقبل القسم على 5 رقم وحداته 5 يقبل القسم على 5 ثم رقم وحداته 2 لا يقبل القسم على 5 رقم وحداته 0 يقبل القسم على 5 ثم قابلية القسم على 6 قلنا يكون عدد قابل للقسمة على ستة إذا كان يقبل القسمة على اثنان وثلاثة في أن واحد إذن إذا كان يقبل القسمة على جوج وثلاثة في مرة واحدة فهو يقبل القسمة على ستة لابا سنرجع الأعداد التي تقبل القسمة على اثنان وعلى ثلاثة إذن هذا يقبل القسمة على ثلاثة ولكن لا يقبل القسمة على اثنان هذا العدد يقبل القسمة على اثنان وثلاثة إذن فهو يقبل القسمة على ستة هذا العدد يقبل القسم على 3 ولكن لا يقبل على 2 إذن ما يقبل القسم على 6 كذلك هذا العدد هذا العدد أيضا يقبل القسم على 2 و 3 إذن فهو يقبل القسم على 6 أما قابلية القسم على 9 فقلنا العدد يقبل القسم على 9 إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسم على 9 طبقوا نجمع الأرقام 4 x 5 x 9 9 يقبل القسم على 9 6 x 3 x 9 يقبل القسم على 9 5 x 3 5 x 5 15 لا يقبل القسم على 9 6 x 2 سبعة زائد اثناني تسعة زائد خمسة أربعة عشر أربعة عشر لا يقبل القسمة على تسعة إذا العدد لا يقبل القسمة على تسعة ثم ستة زائد ستة اثنى عشر قلنا عشرون سبعة وعشرون سبعة وعشرون هل يقبل القسمة على تسعة نعم تسعة في تلتة سبعة وعشرون إذا العدد يقبل القسمة على تسعة أما قابلية القسمة على عشر فقلنا العدد إلا كانت ينتهي بصفر فهو يقبل القسم على عشرة إذن هذا العدد لا يقبل القسم على عشرة هذا العدد نعم يقبل القسم على عشرة لا يقبل القسم على عشرة التمرين الثالث الأعداد 68 168 268 368 تقبل القسم على أربعة فلماذا؟ لأن العدد المكون من رقمي وحداتها وعشراتها يقبل القسم على أربعة فتمانية وستة على أربعة يساوي سبعة عشر إذن هذه الأعداد تقبل القسم على أربعة تقبل القسم على أربعة لأن العدد المكون من رقمي وحداتها وعشراتها يقبل القسم على أربعة إذن هذا العدد هو تمانية وستون تمانية وستون يقبل القسم على أربعة قلنا يساوي سبعة عشر ثم أكتب إعدادا أخرى تقبل القسم على أربعة إذن نكتب إعداد أخرى تقبل القسم على أربعة فيكفي فقط أن نكتب في رقمي الوحدات والعشرات تمانية وستون ثم نضيف أرقام أخرى مثلا ثلاثة أربعة تمانية إذن هذا عدد كذلك من غير تمانية وستون عندنا ستة عشر يقبل القسم على أربعة إذن الوحدة والعشرات انضفونا أرقام أخرى كذلك عشرون يقبل القسم على أربعة انضفونا أرقام أخرى أيضا أربعة في سبعة تمانية وعشرون تمانية وعشرون يقبل القسم على أربعة انضفونا أرقام أخرى إذن يكفي فقط أن نكتب العدد المكون من رقمي الوحدات والعشرات هذا العدد هذا اللي مكون من رقم الواحدة والعشرات نكتبه واحد العدد كيقبل القسمة على أربعة ثم نضيفه الأرقام الأخرى وقد نحصله على عدد يقبل القسمة على أربعة التمرين الرابع العددان 3660870 يقبلان القسمة على ثلاثة وعلى اثنان أتحققها ليقبلين القسمة على ستة ولماذا؟ إذن قلنا 3660870 إذن هذا العدد كيقبل القسمة على اثنان وعلى ثلاثة في أن واحد لماذا يقبل القسمة على اثنان؟ لأن رقم وحداته صفر ويقبل القسمة على ثلاثة لأن مجموع أرقامه يقبل القسمة على ثلاثة ستة زائد ثلاثة زائد سفر زائد سفر يساوي تسعة تسعة يقبل القسمة على ثلاثة كذلك يقبل القسمة على اثنان هذا العدد ويقبل القسمة على ثلاثة لماذا؟ لأن ستة زائد ستة زائد القسم على ستة إذا العدد لك يقبل القسم يقبل القسم على اثنان وثلاثة في آن واحد فهو يقبل القسم على ستة إذن هل يقبل القسم على ستة نعم لماذا؟ لأنهما نعم لأنهما يقبلان القسمة على اثنان وثلاثة في آن واحد تمريل الخامس أكتب جميع قواسم كل من الأعداد التالية واحد وتلاثون تلاثة وعشرون تسعة عشر سبعة عشر تلاثة عشر إحدى عشر خمسة وإثنان إذن يمكن نرسم هذه الجدولة ندير العدد قواسمه العدد واحد وتلاثون قواسمه إذن واحد وتلاثون يمكننا نكتبه على هذا الشكل واحد في واحد وتلاثون فقط فممكننا نكتبه عددين آخرين لجدء ديالهم يسبب واحد وتلاثون إذن قواسم واحد وتلاثون عندنا واحد وواحد وتلاثون يعني نفسه ثم تلاثة وعشرون كذلك تلاثة وعشرون يمكننا نكتبه فقط بهالطريقة واحد في تلاثة وعشرون إذن قواسم تلاثة وعشرون عندنا تلاثة وعشرون وواحد يعني واحد ونفسه ثم قواسم تسعة عشر أيضا تسعة عشر يمكننا نكتبه فقط بهالطريقة واحد في تسعة عشر يعني جداء عددين فقط عندنا واحد وتسعة عشر واحد في تسعة عشر واللي يعطينا تسعة عشر إذن القواسم ديال تسعة عشر أيضا واحد ونفسه سبعة عشر كذلك واحد وسبعة عشر تلاتة عشر كذلك واحد وثلاتة عشر إحدى عشر كذلك واحد وإحدى عشر خمسة كذلك واحد وخمسة وأيضا إثنان إذن عندنا واحد وإثنان إذن القواسم هذه الأعداد واحد ونفسها يعني كل عدد من بين هذه الأعداد قواسمه هي واحد ونفسه ماذا ألاحظ؟ إذن ألاحظ أن لكل عدد قاسمان فقط واحد ونفسه السؤال المولي أكتب أعدادا أخرى مماثلة إذن قد نكتب أعداد أخرى لها قاسمان فقط واحد ونفسها إذن قد نكتب أعداد أخرى تقبل القسمة فقط على واحد ونفسها ثلاثة ثلاثة يقبل القسمة على واحد وعلى نفسه ثلاثة إذن سبعة كذلك تسعة وعشرون سبعة وثلاثون إذن هذه الأعداد تقبل القسمة على واحد وعلى نفسها ترجمة نانسي قنقر